يمكن الواحد لما بيفتكر كده شوية حاجات اللي لو احنا رجعنا للحيطة بتاعة الندالة وملعوني أبو الناس العزاز والكلام ده كله فاحنا بنتفق على مجموعة نقط معينة يعني انت بتتفق ان النادل ده في حياتك يعني انت من غيره مش حابش بفيها الدراما والساسبنس اللي موجود تعال تخيل لو الدنيا كلها خدت الحبوب اللي هي بتاعة المحبة والوفاء يعني ربما انا واحد زي الفنان تامر عشور اغني المين خلاص واحد دونيا خلاص دونيا حلوة وتمام ما فيش مشكلة يعني لازم كده القفة يطرق عجامت علشان تفوق وتحس ان انت عايش وموجود لازم تسمع الصوت بتاع التراخ ده اللي هو عشان تنشط الدورة الدموية كده في منطقة الرقبة والدم يوصل للنفوخ كده يعني ده حاجات انت مع الوقت لازم يجيلك أزمات عشان تتعلم بعدين يعني تعالى نوصل لنقطة كده اشتركوا في القناة تفكر المدير بتاعك اللي هو كنت انت كل شوية لما تتمحلسله كده عشان يرقيك وأول ما جابه مدير غير وقعدت تشتروا فيه وتقول لمديرك الجديد ده كان راجل ماء ده كان راجل ضلالي ايه مصطفى سكت لها مصطفى ما انت لازم تفتكر اللحظات دي ما تكسفش انا بيجينا اللحظة لانت يعني انت تقمس فيها الشخصيتها تبخليها دي ما انت مش لوحدة فيك حتة ندالة كده بعدين انا عارف ان انت كويس انت كويس من جواك بس انت عندك حتة صغيرة كده هي دي اللي مع ادك من زمان لو تفتكرها فاكر البيت راشة ملزمة راشة ملزمة ايوة هي راشة ملزمة انا كان بيجي لك كل تيرم تتمحلس لك كده وتتصاحب عليك وتقعد تهيق وتميق وتابلة ورق ورا المدار ايوة هي عشان في الاخر تاخد منك ملزمة الملخصات اللي طلعينك فيها في الكتابة من ورا الدكاتها وانت زال عضيات بس دي معجبة بي انا خلاق انا هتجوزها او المخلص التيرم ايوة انت كنت تعمل كده وخلاص بقى انت الوعيه داي اللي قدرتك تخطف قلبها من وسط الايه الشباب الدفع كلهم الولا الجام ولما تيجي تتوصل بيها بعد الانتعانات ما تقلص ما بتسمعش غير الجملة واحدة اه الجملة اللي هي بتاعت ايوة كيقولك عز الرقم غير موجود من خدمة بفضلك تأكد بالرقم المطلوب ليه كده يا راشة ملزمة يعني انت يا راشة ملزمة اللي عملت في انت اللي عملت في مصطفا كده وصلتنا للحالة اللي عمل فيها متعانيزين كده ليه يا مستال